السلام عليكم بناتي أبنائي الأعزاء أخواتي إخواني كل متتبعي قناة أبنائك ميغا تعلم مع ميغا كيف حالكم على خير سعيدة وجد سعيدة بتواصلي معكم من جديد عسائي بما أن الموسم الدراسي الجديد يوشيكوا على البداية قررت ندلكم هذا الفيديو لتوضيح عدة أمور واللي غادي تجيب لكم كل جديد جديد الدخول المدرسي كما ترون لسنة 2000 أو موسم 2023-2024 غادي نشوفوا فيه عدة نقط تخص جديد الدخول المدرسي إذن لنبدأ فأول يوم لافتتاح المؤسسات كل مؤسسات التعليمية هو فاتح شتنبر واحد من شهر 9 شهر 9 كيف يقولوا بعض الإخوان إذن يوم فاتح شتنبر ستفتتح كل المؤسسات التعليمية سواء تخص إدارات تخص مدرس إلى آخره إذن يوم فاتح شتنبر يوم ثاني منه 2 شتنبر سوف يلتحق الأطر بالمؤسسات كل الأطر سوف يلتحقون بمؤسساتهم سواء كان تعليم إعدادي تانوي أو ابتدائي سوف يلتحقون يوم الثاني من شهر شتنبر نفهم؟ مازيان يوم الرابع من شهر شتنبر 4 شهر 9 ياليوم الرابع هو يوم الدخول المدرسي سيلتحق التلاميذ كذلك بمؤسساتهم التعليمية إذن هذا يوم الدخول المدرسي سوف يكون يوم الرابع من شتنبر إذن خلال هذا الأسبوع ابتداء من الرابع شتنبر إذن الأول يوم الأول اللي هو الرابع من شهر شتنبر سوف يتم استقبال التلاميذ من طرف أساتدتهم والتعرف على بعضهم البعض تفقين؟ إذن سوف يتم التعرف عليهم يوم الرابع من شتنبر هذا أول شيء أول أمر ثاني أمر اللي هو خلال هذا الأسبوع الأول انطلاقا من يوم الرابع شتنبر خلال هذا الأسبوع الأول كله إذن ذكرنا التعرف على الأساتد والاستقبال التلاميذ بعد ذلك خلال الأيام التي تلي اليوم الرابع ماذا سيتم؟ سيتم أحبائي تسجيل من لم يتم تسجيله من قبل في نهاية السنة مثلا إذن سيتم تسجيل التلاميذ الجدد أو القدامة قبل ذلك قبل التسجيل على التلاميذ وأوليائهم ذهب إلى المكتبة لأخذ الوطائق اللازمة للتسجيل لتسجيل أبنائهم لابد عندما تذهب إلى المكتبة لا أقصد مكتبة بيع الكتب لا مكتبة قد تكون لبيع الكتب وقد تكون خاصة بمسائل معلوماتية إذن هناك سيتم إعطائك الوطائق اللازمة لتحضل إحضارها معك لتسجيلك من جديد في المؤسسة نفهم؟ إذن هذا التسجيل يعني تسجيل التلاميذ لازلنا أحبائي تابعيني لازلنا في الأسبوع الأول إذن في الأسبوع الأول كذلك يتم توزيع المحافظ يتم توزيع المحافظ والأدوات والكتب المدرسية على التلاميذ لهم أبؤهم معويزين ومن أسر متوسطة سيتم توزيع المحافظ وذلك تبعاً لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إذن سيتم توزيع المحافظ على كل التلاميذ المعويزين وهذا يخص أتكلم عن المؤسسات العمومية أحبائي لا أتكلم عن المؤسسات الخصوصية لا نظامهم يخصهم مختلف إذن أتكلم وأتحدث عن التعليم العمومي تفقين؟ إذن هذا في الأسبوع الأول أحبائي لازلنا في الأسبوع الأول موازاتاً مع هذه الأشياء التي ذكرت عندما استقبل التلاميذ صيح يعني صفي استقبل التلاميذ وتعرفوا على أساتدتهم بعد ذلك ماذا يتم؟ يتم قراءة القانون الداخلي الأساتدة يقرؤون القانون الداخلي الخاص بالمؤسسة على أبنائهم لهم تلامذتهم يقرؤون القانون الداخلي ما هو القانون الداخلي؟ هو الواجبات والحقوق ماذا يجب عليك أن تفعل داخل المؤسسة وماذا عليك من حقوق داخل المؤسسة إذن هذا يسمى القانون الداخلي وكل هذا أحبائي في صالح التلميذ دائماً وأبداً بعد هذا أحبائي وزاتاً مع هذه الأشياء وداخل الأسبوع الأول يتم أو الأساتدة ماذا يفعلون؟ يقومون بتقويم تشخيصي مع تلامذتهم الذين استقبلوهم إذن تقويم تشخيصي يكون عبارة عن مراجعة جس مبض تلاميذ حول ما أدركوه سابقاً وحول ما يحتفظون به إلى غاية الدخول المدرسي إذن تتم هناك مراجعة بسيطة تخص كل مواد كل حسب تخصصه إذن هذا يسمى تقويم تشخيصي تقويم تشخيصي كما يتم خلال هذا التقويم التشخيصي يعني كشف التعطرات أين يتعطر بعض التلاميذ حتى يتم تصحيح ذلك التعطرات وتقويمها لتثبيتها قبل بداية الدروس والوحدات الدراسية مفهوم أحبائي لما؟ التقويم التشخيصي فوالا إذن الآن سنمر إلى نقطة أخرى أما الأسبوع الثاني فتبدأ الدراسة فعلياً يعني بالوحدات الوحدة الأولى الأسبوع الأول لكل مادة من المواد وكل أستاذ حسب تخصصه هذا الأسبوع الثاني يوم الثامن عشر من شهر شتنبر تبدأ الدراسة الفعلية يعني الأسبوع الثاني بعد الأسبوع الأول بعدما ذكرنا وقلنا ما يتم فعله إذا الأسبوع الثاني تتم البداية بداية الدروس مفهوم أحبائي؟ هناك نقطة أخرى يجب أن أشير إليها وهي ما جد في هذا الموسم الجديد حبائي في هذا الموسم موسم 2023-2024 هو أن اللغة الأنجليزية اللغة الثانية سوف يتم تعميمها انطلاقا من التعليم الإعدادي بعد التعليم الابتدائي يعني بعد السادسة انتقل التلميذ إلى السنة السابعة السنة الأولى من التعليم الإعدادي إذن إذ ذاك سوف يكون لديه الحق في التلقين يعني في تعلم اللغة الثانية اللغة الأجنبية الثانية وهي اللغة الأنجليزية التي يحبها الكل إذن هذا يسمى تعميم اللغة الأنجليزية ابتداء من التعليم الإعدادي شيء آخر أحبائي قد لا يروق للبعض وهي أمور وإجراءات صارمة إلى حد دنب وهي مهمة أولا وتدخل في كذلك في تربية الكل يدخل في تربية أبنائنا ككل أولا أحبائي الوزرح ارتداء الوزرح أمر ضروري وإجباري ارتداء الوزرح وهذا أمر معقول أنا عندما كنت أعمل فالوزرح لا يمكن أن تدخل إلى الفصل دون وزرح كما أنني أنا لا يمكن أن أقوم بواجبي دون وزرح فالوزرح تعطي قيمة للتلميذ كما تعطي قيمة للأستاذ طبعا إذا الوزرح من تدخل عليها إجبارية أشياء أخرى أحبائي وهي قد تعيق التلميذ والتلاميذ عامة عن دراستهم وهي حمل الهاتف النقال الهاتف النقال ممنوع استحابه أثناء الدراسة يعني إلى المؤسسة ممنوع استحاب هذا الهاتف النقال ولا مسائل خاصة به التي تسمع بها الموسيقى الكيت ولا الليزيات ممنوع كذلك بالنسبة للفتيات ممنوع وضع المصاحيق والدخول إلى المدرسة أنت سوف تدخلين إلى الفصل لتتعلمي ولن تأتي إلى الفصل لتقومين بعرض أزياء إذا أنا أرى هذه الأشياء معقولة ومنطقية إذا وضع المصاحيق بالنسبة للفتيات ممنوع كذلك بالنسبة للملابس السراوين الممزقة أو السراوين القصيرة ممنوع كذلك في المؤسسات التعليمية وكذلك وضع القبعة وضع القبعة والدخول بها إلى الفصل كذلك ممنوع حلاقة القزع أو القزع فهمت الحلاقة التي أقصد كذلك ممنوع في المؤسسات التعليمية وإلا سوف تتعرضون إلى استضامات بين الأساتذة والأطر التعليمية الأوشام كذلك ممنوع وهذه أمور كلها أرها منطقية ومعقولة وتدخل في تربية أبنائنا رجاء أبناء الأعزاء رجاء أباء الأمهات حرصوا على التعاون فيما بينكم وبين الأطر التربوية حتى الكل يصل إلى الهدف المنشود وهو تعليم أبنائنا وتربية أبنائنا هذا هو الهدف هناك كذلك الأصاور كثرة الأصاور لماذا؟ هل أنت في عرص؟ هل أنت في حفلة؟ إذن لا داعي يا أحبائي إذن هذه الأشياء التي أعتبرها من المستجدات أنا لست أعتبرها أنا لأنني أنا وجيلي تربينا على هذه الأشياء درسنا بهذه الأمور هذه التوجيهات وهذه الإرشادات والله يشهد درسنا والكل يعلم هذا اسألوا أبويكم وأسألوا عائلتكم درسنا بهذه الأمور بهذه الطريقة لم نكن نفعل هذه الأشياء كنا لانضباط ثم الانضباط أمور خاصة بالشارع تبقى في الشارع لكن أمور التي تخص المؤسسات التعليمية يجب احترام المؤسسات التعليمية وحرمة المؤسسات التعليمية وهناك نقطة أخرى وهي مهمة كذلك والتي تسير عليها السنة الدراسية كلها وهي احترام أوقات الدخول والخروج أوقات الدخول والخروج الانضباط في التوقيت مطلوب تكون ثامنة في الفصل يجب أن تكون في المؤسسة قبل الثامنة وكذلك الأستاذ كل هذه الأشياء تطبق على التلميذ كما على الأستاذ إذن الانضباط في الوقت أمر مهم حتى لا تضيع المعلومات ولا يضيع وقت الحصة فكل حصة لا تأخذ حظها الكافي من الوقت أحبائي أعزائي رجاء أن تفهموا هذه الأشياء هي ليست أوامر هي في مصلحة أبنائنا وفي مصلحة جيلنا الصاعد أحبائي كنت أتمنى أن تكون مطلوبة عليكم هذه الأشياء كلها ولا لاحظة النبرة الصوت تغير كلها من غيرتي غيرتي على أبناء وطني إذن كنت أتمنى أن تكونوا استفتوا من هذا الفيديو وفيديو آخر قادم إن شاء الله سنقدم لكم بعض النصائح التي تسبق الدخول المدرسي أحبائي دمتم في رعاية الله وأعتدر إذا أطلت عليكم وكانت تمنى أن تفهموا هذا الشيء الذي قلت في الفيديو تصمتوا له أنصيتوا جيدا وأعيدوا الإنصات وردوا علي الخبار وإذا لديكم تعليق سلبي إيجابي أنا مستعدة تصمت لكم لأنني أنا في مكان أحد أفراد عائلتكم أختكم خالتكم أمكم أنا أحد أبويكم إذا قبلتوا لي طبعا إذا إلى اللقاء أحبائي إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء